لأنه الموضوع ده أثار يعني يا وجهات نظر أنا حقول وجهة نظري فيما يخص مارسيل كولر وابدايته لهذه المباراة وجهة نظري إن مارسيل كولر ده رجل عبقاري وجهة نظري ممكن حاجة تختلف ممكن تقولي لا أنا شايف أنه هو بدأ غلط تحر بحرك أو يعني أي حدش أقصد لكن أنا أقصد أقولك أنه هو عمل كده ليه وجهة نظري أنا بقولها أنا بشوف أنه هو شايف أنه أولا مجموعة الرباعي الهجومي للاعب في مباراة في مباراة أوكلند أولا عمل مجود كبير جدا جدا وبالتالي إحنا محتاجين على الطرف تحديدا اتنين يرجعوا يدفعوا كويس يرجعوا يدفعوا كويس لأن أهم اللي اتفرج على سياتل كويس وعارف سياتل قوته كانت فيه أطرافه الباكش المتعى الكاميرو اللي لسه جاي من كاس عالا بالزبط كده من اللعيبة الموجودة في كاس عالا بالزبط كده وأفضل لعيب عندهم اللي هو رقم سبعة ده دايما بيروح ناحية اليمين شوية فبالتالي كان لازم يقفل الأطراف بشكل جيد جدا بدليل إنه هو لما عمل التغيير اللي عمله فهو أي حد برضو متابع جيد لسياتل يعرف إن سياتل في بداية فترة أعداد ما بقلوش شهر تقريبا بيتمرر أو أقل من شهر ويوم 5 يناير رجعوا يتمرنوا من 5 يناير ل5 فبراير شهر ما تلحقش أعتقد حالك تقول لي دي مش هتلحق توصل للهندر برسنت يعني مش هتوصل لللاقة البدانية وخلي بالك دي شفناها الشوط الأولاني عمله ومجهود مستحفظين بشكل كويس لكن بعد تقريبا الديئة 65 بدأ الكرب ينزل حضرتك لو مدرب حتبقى شايف ودرست سياتل كويس حتبقى شايف سياتل بعد الديئة 60 حيوعها فأنت هتعمل إيه عشان كده بدأت تغييرات مرسل كولر الثلاثة في الديئة 65 64 65 حاجة كده يعني ده وجهة نظر أنا معاك في النقطة دي مية في المية لأن بعض الناس فجأت إذا هو إزاي يغير السلاسة الأمامي للنادي الأهل مرة واحدة في اعتقاد الشخص كان على جزئين زي ما بتتكلم على المجهود البدني الكبير اللي تبذل أمام سياتل ووغدينك كمان الثقة بشكل كبير جدا الجزء التاني إن أنا عايز أدخل الناس والكلام في إيدي وده اللي حصل يعني في الديئة 60 وكان التغييرة أنا في اعتقاد تغييرة قوية جدا غيرت الشكل بشكل كبير جدا كان فيه حقوية وجود مجد أفشة عمل يعني كان تقريبا حمد فتح بيلعب أدوار أفشة شوية ما كانش قادر طبعا يأديها بشكل كويس فوجود أفشة كان عامل عامل مهم جدا أحمد عبد القادر كمان عمل شكل كويس بنتكلم كمان على محمد شريف لكن أنا متفق معك إن التفكير الإجمالي في المباراة كان ناجح جدا مرسل كل اشتغل بشكل كويس جدا على مستوى التغييرات على مستوى كمان يمكن الناس آه شوط الأولاني شوط متوسط للنادي الأهل ولكن كان ليه أسباب زي ما بنتكلم آه يعني لسه يعني العجلة ما اشتغلتش كان هاني وحسين الشحات كانوا بيشتغلوا بشكل أفضل من هاني وبرستاو لكن الجزء البدني تقريبا خلاص في ديئة 60 انتهى وبدأ ينزل عناصر مؤثرة جدا وبالتالي قدر قدرنا نتحكم بشكل جيد كمان خلي بالك احنا لعبنا كرة حلوة كمان آخر 60 دقيقة وخلقنا فرص كتيرة جدا وعملنا شكل حلو في الملعب وبالتالي نجاح كبير جدا لمرسل كلر على مستوى النتائج ما شاء الله تتشهود يعني الحمد لله بلا هزيمة الغد دلوقتي وان شاء الله تستمر هذه المسيرة على مستوى قرية الملعب بشكل كويس كمان أرى المباراة بشكل جيد جدا جدا وفي نقطة كمان التغييرات في آخر خمس دقائق هو كمان سياتل نزل كمان واحد رأس حربة طويل بعدها بثانية واحدة رمي ربعة يعني رمي ربعة نزل وخرج أعتقد كان بيرس تاو وبالتالي هو شايف وقاري وحاضر المباراة بشكل جيد حتى في آخر خمس دقائق يعني هو شاف آه أنه هبقى فيه كسافة هجومية وفيه واحد طويل بيلعب فيه المركز رأس الحربة آه إيه المانع أن احنا ننزل كمان رمي ربعة عشان نقفل بشكل بشكل آه طبعا قراءة رائعة أنا بشوف أنه هو وجهة نظر هنا ممكن حضرتك تختلف ما عنديش مشكلة على فكرة في الاختلاف لكن أنا بقول أن أنا وجهة نظري أن أنا بشوف أن الراجل ده النهاردة عمل مباراة رائع وجيدة جدا 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 كل واحد طبعا ما عنديش مشكلة أن أنا بسمع وجهات النظر المختلفة بالمناسبة ما بديقش يعني لما بقى أحد يقولي لا هو بدأ وحش لكنها كويس أوكي مش أصلي خلي بالك المدير الفني هو بحط السيناريو بالزر السيناريو ده نجح يبقى أنت نجحت ما ممكن جدا يقولك طب إيه لا قدر الله وكان الأهلي مثلا صح ما كنا نشح نقول كده بالزبط لكن أنت بتتكلم على بتتكلم على شغل والنتيجة بتاعت الشغل وبالتالي في نجاح يعني أصل يقولك أصل إذا غير ثلاثة والشكل مش كويس وإيه لا قدر الله وكنا تهزمنا كان حنقول لا لا ده فشل في الجزئة دي لكن طالما وصل للنجاح وأنه كسب المباراة بهذا الشكل بأكيد هو نجاح بالنسبة له يعني